نهج البلاغة ابن أبي الحديد يقول يقول أنا خمسين سنة يقول هذه الخطبة أهم خطب نهج البلاغة يقول خمسين سنة هذه الخطبة أتلوها تلوتها أكثر من ألف مرة ما تلوتها إلا ودخل في قلبي رعب شديد يصف هذه الخطبة وأوصافه كبيرة ما أريد أتحدث عن كلامه راجعه أضرب هذه الكلمة طلعوها شوفوا ابن حديد شنو يقول حول هذه الخطبة يعتبرها فتشي فتشي بالخمسين سنة ما أقراها إلا أتذكر أمواتي وأقربائي اللي راحوا من الدنيا كذا من جملة الكلمات اللي في هذه الخطبة كلام جدا عجيب يقول للإنسان أمير المميع علي أساطة وسامي ميال للراحة راحة البات ميال لهدوء الأعصاب ميال عنده شغف هائل عنده شح عنده ضن مو الظن ضن تدرون الفرق بين الظن هو الشك الغالب ضن أمام اليقين والضن الضن يعني الشح يعني البخل البخل النبي صلى الله عليه وآله قال للأمير المؤمنين يا علي أنا ضنين بك ضنين ضنين مو معناة الظنها لأن الظنين معناة أنه أنا شاك بيك أنه عندي العياذ بالله إذا وفد واحد يشك بشخص يقول أنا ظنين بي ظنين كلش مو زين هاي أهانة كبيرة فهذا فتخلط يحصل في اللغة العربية الظن أخت الصاد يعني الشح يعني بخل بخل أنا بخيل بيك أمير الممي عليه الصلاة والسلام يشتكي إلى الله تبارك وتعالى يقول إلهي قريش أكفأوا إنائي غصبوا حقي على كل حال اللهم إني أستعديك على قريش أستعديك هذا هنا العبارة هي الشكل يعني أشكو إليك من قريش فذو أخذوا حقي أكفأوا إنائي كذا بعدين يقول فلم أجد ناصرا ولا رافدا ولا مساعد يبدو له الشكل إلا بعض أهل بيتي الحسن والحسين فشنو فظننت بهم عن المنية يعني أنا بخلت فيهم أنه أطيهم للموت ظننتو ظننتو لأنه شاف أمير المؤمنين الزهراء صلى الله عليه ها نحن على أبواب الأيام الفاطمية شاف أنه كيف دافعت عنه وانقتلت صلى الله عليه وانقتلت شافت ما شافت من على كل حال المظالم اللي جرت عليها أمير المؤمنين يقول يا إلهي أنا شافت هاي الحالة بعض أهل بيتي هذا الحسن والحسين أنا بخلت أن أعطيهم أدراج الرياح يرحون ينقتلون يذبحون ينذبحون تجري عليهم المظالم ظننتو يعني هذا البخل أمير المؤمنين يقول يقول الإنسان عنده بخل بالنسبة إلى شنو راحته دعته جدا بخيل فإذا أجت فتكارثه في حياته رأسا يقوم يحول نفسه إلى تلك الحالات اللي عنده لأنه ما يريد يفقد شوفوا ما يريد يفقد غضارة عيشه ما يريد يفقد هذه حلاوة العيش فهي كارثة بالنتجة الدنيا داره بلاء تنزل كارثة يمكن إنسان يجي فد مشكلة فرأسا ينحاز شوفوا هذا الانحياز اللي أتحدث عنه ينحاز إلى شنو ينحاز إلى إلى دعته كلام جدا راقي حقيقة كل كلام أمير المؤمنين أمير الكلام قال يتعلل شوفوا يتعلل بالسرور في ساعة حزنه علا علا شوف لمن ساعة حزن جاية يحاول يرصق نفسه بكل صورة يشوف شنو أكو سرور يروح يلهي نفسه يتعلل يعني يلهي نفسه بالسرور في ساعة حزنه ويفزع إلى السلوة إن مصيبة نزلت به إذا فد مصيبة نزلت به شنو يحاول يفزع إلى السلوة يروح يأخذ مثلا كرة يقوم يلعب بيها يقوم يأكل أكل مثلا في الشكل حتى ينسي نفسه ليش هذا شوفوا هذا الانحياز ظنن بغضارة عيشه ظنن بغضارة عيشه غضارة العيش يعني العيش الحلو بخيل ما يقدر يفد يوم أنت عشرين سنة عيشت فيه عيش عيشة حلوة الآن فتشام ويومهم كفخة ما بيشكل لا بخيل مو حاضر ساعة يخسر عيش الحلو غضارة العيشه غضارة العيش ظن بخل هاي طبيعة الانسان أمير المنجا يتحدث عن هذا الانحياز وشحاحة بلهوه ولعبه شح بخل الانسان عنده طموحات عندما هذه الطموحات هذه الإرادة تحبط ينحاز يحاول أن يحثر على شنو لما ما يعثر على النجاح أفواً عندما لم يحثر على النجاح عندما يخسر طموحاته تحبط إرادته شنو يحاول شنو يستسلم يستسلم للواقع وينحاز شنو نحو الشهوات يقوم يله نفسه ونحو شنو العمل التافي بالنتيجة إنجازاته ما حصلت يقعد لاحظوا دائماً هالشكل الإنسان لما يخسر طموحاته يقوم يلقي نفسه من الشاهق من الشاهق بسه مو إلا بالضرورة الانتحار من هالقبيل لا الانتحار الاجتماعي مثلاً أنا اشتغلت على شم واحد من الناس صحيح عشرين نفار خلت حياتي لذولة ولا واحد ما طلع منهم أوادم شنو أصير أقوم أنسحب من الحياة أتكتر أبدأ فتح حياة بائسة مغلقة منطوية أن كفع على ذاتي هذا طبيعة الإنسان هذا الانحياس تابع شكراً 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 لسцо شكراً شكراً شكرا